عقد نائب وزير الصحة والسكان عمر قنديل اجتماعاً مع قطعي أطب الوقائي وصحة العامة والرعاية الصحية الأولية لمتابعة الخطة التنفيذية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع المعايير الدولية واستعرض نائب الوزير الخطة التنفيذية الخاصة بالقطعين والتكلفات ذات الأولوية في مدريات أشهر الصحية والإدارات والوحدات التابعة لها وذلك خلال الست أشهر المقبلة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى متابعة تنفيذها والإشراف عليها مركزياً